ماشاء الله تبارك الله وزي ما تم نزل وقت اللياقة وزي بعض الشركات كتير أمثلة موجودة عندنا شركات وصلت 161 فيه نحن من باب الحرص عليك نقول لك حتى لو كنت عندك 1500 شفت كثر 63 برضو مستخصر تبيع كسبان خايف أنه يلف الطارة ويرجع طيب خليها 1500 وارفع درجة المحافظة على الأرباح الثانية مثلا نقول منطقة 57 لأنه السهم بيني وبينك الأصل فيه صائد حتى لو نزل يعني ما هو بن الساهل أنه يفقد بريقه الصائد وبعدين تعال أنا أوريك ليش أنا قلت كمان 57 أنا معتبر أنه هذا سكف شايف يعني كأنه هنا هو لما وصل للقمة دي عند النسبة الدهبية وبدأ وقف رجع شوفين رجع قاع الموجة دي بعدين لف الطارة واكتحم يعني معناه هو بنى دور تاني احتمال الدور التاني اللي هو بنى احتمال يكون يعني ممكن سبحان الله نشوفه بالمستقبل عند التسعة والسبعين بس شوف المحطات خلاص هذا الشهر لذلك نحن نقول السبعة وخمسين هي مناطق شوف حتى في الإغلاقات الشهرية أعلى إغلاق شهري منذ الإدراج كان تقريبا هنا ستة وخمسين سبعين سبعة وخمسين نعتبر أنه هذه آخر حدود تعاملنا معناه ببشر غير كده معناه في بزرمطي ما داموا فوقها معناه سهم احتمال كبير نوصل تسعة وسبعين طيب كنت مضارب يعني ما تبغى تخش في مراحل نزول أكتر أنت الآن تخلي اتنين وستين خمسة وثمانين ثلاثة وستين في ظهرك قول ما دام السهم فوقها أنا هدفي سبعين وصلت سبعين أمامك الخيار تبيع خمسمية وتبقي ألف تبغى تكمل أنت حور بس لا تضايق إذا شفت السهم ضرب السبعين وهدى لأنه هذه السلوك طبيعي شوفوا هذا الشارت شهري لكن شوفوا الشارت اليومي شوف إيش يصير فيه يوم أحمر يوم أخضر يوم أخضر يوم أحمر يوم أخضر أحمر أحمر أخضر لكن كله على إيش كله قاء أعلى من قاء قمة أعلى من قمة شوفوا الآن هذه الفورة اللي فارها الآن ترى طبيعي جدا لو إنه عند النظرية سبعة وستين هد يعني طبيعي طبيعي لو من سبعة وستين لأنه نطاقة تذبثه الآن ستة ريال سبعة ريال طبيعي تشوف ثلاثة ريال ريالين جني أرباح بس شوفوا الآن هو مرشح للسبعين مرشح للسبعين ما دامه فوق تلاتة وستين والله وفقنا وإياك شوف أنا أعطيتك الصورة كده بشكل رسمت لك الخريطة ووريتك بشكل عام الأمور كيف ماشية عرفت الآن إنت إيش يعني دعم استراتيجي إيش يعني مطب مضاربي عرفت الأهداف اللي ممكن أن تتوصلها أنا أقول إذا شفت التسعة وسبعين في يوم من الأيام وقربت من 161 فيبو في شيء اسمه القناعة كنز لا يفن تحق ترفع وقتها درجة المحافظة تحط له مثلا إذا كنت قريب تسعة وسبعين تقول يمكن إنشكه يمكن كده يصير إنت مثلا تحق ممكن تضحي بالريالين تلاتة تقول لو بدأت أشوفه ينزل عن تلاتة وسبعين أنا عشر زي كده يعني لن تستطيع أخي المتداول حبيبا أبو نواف وغيرك لا تعتقد إنك إنت ممكن تبيع كل ما تملك عند أعلى نقطة والسهم ما يعديه شيلوا هذا الشيء من بالكم دائما خلوكم قنوعين أرضوا بما قسم الله لكم وإنت قيدكم مأمنين على مكاسب لن تستطيعوا شراء السهم في أدنى نقطة الدعم بكل ما تملكون وتتوقعون أن السهم دال واشتريته ما ينزل تحت النقطة دي لن مستحيل هذه أمور ترى لو صارت والله يصير صدفة أخونا سهيل أبو عادل ذكرنا الآن بخبر أنابيب الشرق هو على فكرة الفورة دية كلها القوية جات بمحفز المليار و800 مليون مع رام يعني ما شاء الله يعني معناه أنابيب الشرق فاتح خط جيد مع رام وشوفوا كمان أقوى من خط أبيب بيب لأنه بيب بيب راس ماله قليل أنابيب الشرق يعني راس ماله أفضل شو بس إن شاء الله ما يخمنا زي ما خمتنا أنابيب عقود عقود ومليار و800 ونجي عند النتائج يقول لك انخفاض في الأربع شي بك يا أخي يلعبوا فينا بالأخبار دية يا أخي بس أنا أقول الشرط يا جماعة دائما وأبدا هو سلاح أنا الوحيد اللي ما اللي اللي اكشف لنا حقيقة السهم وما يدور في السهم إلى الآن المستقبل جيد والأهداف مفتوحة والأمور تبشر بالخير ما دمنا في الوضعية هذه بشكل عام فوق 57 الأخي اللي سأل عن زين قال أبو محمود اليوم سيولة تكلمت عليها وقت التداول لفتت نظري نعم ولكن زين قلت اليوم في شرط إذا اخترق 14-30 ممكن زين يستغل هدوء دائي اللي حصل في المنطقة دية وعملية تجميعه أو محاولة المناورة من جديد في المنطقة دية من أجل أن يسوي له قفزة مضاربية هذه القفزة المضاربية أنا لا أنا مني متفائل فيها كثير في الوقت اللي لاي إنها تروح بقوة لا ممكن يخالفني السهم لكن شوفوا يسوي الآن حتى مو 14-30 يعني أنا كنا نقول يرجع فوق الفيب 14-23 نقول عفوا 14-24 هلب طيب لا تنسوا إنه تارك فجوة زين عند 14-52 يمكن هذه الفورة اللي فارها اليوم ممكن بكرة زين يستغل لها لإغلاق الفجوة طيب ممكن يقفل الفجوة ويرجع زين يضغطوا تشوفوا مرة تانية قريب القائد مرة أخرى 13 ومص أو 13-7 يعني لا تستغلبوا هذا السلوك شوفوا ماشي عرضي وانا قلت سبحان الله الطلعة القوية دي اللي حصلت في زين يعني بيني وبينكم هي طلعة قوية تحتاج إلى يعني إنه نعطي لها وقت من الأريحية تخفيض مؤشرات ما في خوف علينا ما دمنا فوق 13-30 الترند المخترق الحمد لله الأمور الاستراتيجية ممتازة لذلك نحن كنا حريصين إنه نقول للناس اللي باعوا زين وخففوا معانا دائما فكروا في زين للتلقيط لكمياتكم من 14-30 إلى 13-30 تلقيط الهدف منه إيش إنه عشان تبقوا إنتوا يعني ما تتحسروا على كميات فالرطوا فيها فوق وفرصة إياتكم إنه السهم نزل هذه الـ 15-20 بالمئة الآن تعالوا وريكم خلينا حط لكم شارط نظيف وأشرح لكم الآن شرح جديد يعني ما هو مختلف تماما عن شرحنا الاستراتيجي بس واقعنا الآن يفرض علينا مضاربيا أن نقرأ بهذا الشكل نيجي مثلا الآن نحن كده يقول لك في مثل حبيت تدخل السهم قدم الخسارة قبل المربح يعني دائما تصور إنك داخل في السهم احتمال يفشلك طيب إيش أسوي أنا في زين الآن مو هو بدأ ينزل أقوم أنا أقلب الموازين كنت دائما أنظر للفيبو وأنا طالب أجي إيش أسوي الآن أنا أروح من قاع الموجة تسعة ستة وتمانين أعكس الفيبو إيش يهمني الآن أنا يهمني دائما عشان أتفهم طبيعة السهم وقوة شوف جاء يقول لي إنك أنت صحح تمانية وتلاتين فيبو الله أكبر طيب حلو تمانية وتلاتين فيبو زي موضوع تموين يعني ما شاء الله فأنا الآن من قاع تسعة ريال وستة وتمانين معناه ما قصر زين في نزوله ده يعني صدقت نظرتني اللي قلناها للناس التحليل الأولان هذا برضو قاعد يأكد نحن قلنا حتى تلاتة عشر تلاتين لكن ممكن الإغلاقات ما تكون تحت التمانية وتلاتين وفعلا شوف السهم نزل تحت التلاتة عشر سبعة وتمانين هل لا لكن هنا بيقول لك المنطقة دي هي منطقة تصحيح تمانية وتلاتين شوف أحترمها زي هذا دليل على إنه محترم السهم يعني قد أحترم نسبة التصحيح يعني عرضية تقودوا إلى حركة نحن يش نتوقع الآن ممكن زين نقول يقفل الفجوة إذا كان شكله على فوق نعاو الفجوة الفجوة كم الفجوة عند 14 52 وبعدين ينزل يعني نقول إنه ممكن يطلع خائم يعني يضرب الفجوة وينزل ينزل فين ينزل عنده تلاتة سبعة وتمانين مرة تانية وقلتها اليوم مايكو ضحك أبو يحي قلت له أعرف ونجل يسوي حماس لأنه تعالوا شوفوا إيش كان يسوي تحت ترى نفس الحركات اللي كان يسويها عرضياً هنا شوفوا كيف بعدين خطلة يرجع شوفوا قبلها عنده حركات يعني متأودين عليه قبل ما يطلع عنده حركات يشد شدة بعدين يجيك ساحب على تحت يشد شدة طب ما يحقق لنا المنشود نحن ما هو الذي يحقق لنا المنشود يعني مثال تعالوا شوفوا الآن الاحترافية في التحليل الكلاسيكي أنا الآن مالي في القديم اللي قلته أنا ولد اليوم جيت فتحت الشارت حطيت الفيبو عرفت أنه أنا أهم دعومي الآن 38 فيبو عرفت أنه فيه فجوة هنا وتحولت عندي أهم مقاومة اللي هي أنكسرت نسبة تصحيحكم 23 فيبو والقيعان هذه اللي هي ما بين 14-80 أحط خط عرضي هنا 14-88 هلل يعني أنا الآن لو بدي أتفائل في زين بدون ما أشطح أقول زين انت حرك فوق الفيبو اللي شفته أنا اللي هو الأساسي 78 فيبو ونطال زين من أهم أهداف 14-80 هي 88 بشرط أنه هو طالع يقفل الفجو ويدعس لأنه ممكن يقفل الفجو ويرجع يضغط يقول لك أنا رجعت يديه بس لأني تركت أبو أرجع أسدد الدين ده وأنا راجع أبو أطبط هنا ترى لسه مشواري طويل أبو أرتاح فترة أطول فنحنا بكرا نشوف إذا تحرك زين فوق 14-24 أول ما نتذكر نتذكر 14-52 أنه في ناس تعلقتين كانوا مشتريين زين ثاني يوم فتح زين بقاب نتعلم صح ولا لا ففي عالم متعلقة مشتري زين عند الإغلاق فقام نسوى فيهم زين نعلقهم عند الرقم ده فهنا نتوقع أنه نشوف عرض كبير قريب الفجو طيب اخترق الفجو خلاص الهدف 14 كم؟ يعني أنا لو مضارب حبيع هنا إلى هدفي فقط مضاربين طيب تعالوا شوفوا الحركة التانية لو جينا نحن رسمنا قنوات أدوار هبوط زي ما نرسم أدوار صعود جينا من القمة دية إلى القمة دية رسمنا قناة وين قاعها؟ هنا مثلا شوفوا الاستيناس كيف يا جماعة هذه قناة هذا دور تمام؟ حلو؟ هو طبعا يفترض أنه في دور تاني خلاص نحن الآن في الدور التاني يعني يبقى سهم زين الآن ضعيف ليه؟ يعتبر في الدور الثاني هبوطا شوفوا لما نيجي هنا إيش نسوي نرسم الوتد سبحان الله يا جماعة والله إنه يتوافق مع دعمنا الاستراتيجي منطقة خبارة 13-30 يعني شوفوا الآن لو زين رجع ما قدر يعد منطقة الفجوة وما قدر يكفي الفوق وطلع كده مثلا ضرب بكرة كده بعدين لازم إنت تتوقع ما تعطيله الأمانة الزائد تقول هذا يمكن راجع يختبر القناة اللي كسرها يقوم يرجع الأفندي لأنه لم يحقق قاعة القناة الثانية تلاقي بعد فترة نزل على مبدأ القيمة مرقعان الهابطة وصار قريبا 13-30 أو 13-20 وهنا هنكون هنا هذه مناطق الدخول الدهابية الأكثر لأنه إنت بتدخل في قاعة القناة حلو؟ أحيانا يا جماعة شفتوا الحركة دي يسويها بدون ما يغلق تحت 13-80 يكون في وضع سلبي في السوق قوي أو خبر هو ينزل بقوة يسوي وتد هديك حقة اللي قلنا السهم لما نسب تاني يوم فتح بقاف داون شف كسر الفيوم فنحن ممكن نسوي كمان وتد مرة تانية في الطريقة دي متى أطمئن لزين يا جماعة أنا سبق إني ذكرت أن زين لا أعتقد أن مشوار السبعطاش والثمنطعش اللي أنا تكلمت عليه هداك الكبير وبلوغ أهدافنا الاستراتيجية الكبرى يعني من علاماته عندي أن يغلق سهم زين شهريا فوق 15-42 هلا لا أو أسبوعية إيش هي 15-42 اللي هي القمة التاريخية الزين في عام 2021 خليني أحط لكم خط شوف أقرب لكم الصورة أكتر هنا طيب الآن بناء على تحليلي هذا عشان أنا أوفق بينهم التحليل دا اللي أنا سويته الآن في الأدوار يقول لي مستحيل تفكر يا أبو محمد أنه زين ما ينجد ناوي يروح الحركة دي إلى أن يخترق الدور الأول المكسب يعني فين؟ يعني يعني عدي 16 تخيل يعني أنت دائما سار هداك ترندك الهاضط من القمة أنت الآن ماشي ضمن أدوار هابط يعني أنت لما تعدخ 14.5 و14.80 ممكن تفكر أنه يوصل إلى 15-40-16 أنت ما تقول تبغي إغلاق شهري طيب هو ممكن يضرب الـ 15-90 يوصل قريب 16 وطيح ما يقفل فوق 15-42 ويرجع ياخدك مرة تانية على تحت فلو كسر الدور الأول حيرجع يطيح في الدور الثانية علم فنعنا الآن يعني مختصر الكلام هل ما حصل في زين من تحركات اليوم هل نحن في المنطقة اللي تخلينا نتفائل أنه زين راجع لا كيف بكرة نشم الريحة دي لو عدينا منطقة الفجوة وعينا على الإغلاق وعينا على 14-80 فعلا زين لو عدى المنطقتين هادي ترى فيه هبرة حلوة في زين لأنه ممكن يكمل ويروح ويدور مستويات الـ 15-40 ويدور خطة ترند الهابط اللي فوق معناه دخل هو في المرحلة اللي فوق ولو ما كملها بسرعة حصل جني أرباح أنا ماروح أستنى تحت 13-30 لا أنا أقول لا يرجع يكسر الدور الأول لأنه مجرد أنك تتعدي 14-30 منطقة الفجوة معناه فك التعليق وراح 14-80 لما يجي راجع نحن دائما نحسيرها على 14 ونص ما يصير تنكسر إذا كان فيه إغلاق فوقها هذه بتعطينا باور إنه زين ممكن عمر الموجة دي الارتدادية تطول شوية يعني ممكن تجيب لها نص ريال قدام ريال قدام كمان وضحة الفكرة يا هالزين اشتركوا في القناة